راية لانطلاقة شوط الأفراس ختيحت البوابات على بركة الله في الشوط الثامن مع ختام سباقات الفروسية السعودية لهذا العام أفراس بحيثة عن انتصار جديد عمر الأربع سنوات فأكثر من مختلف الدرجات على مسافة الـ 1800 متر وقيمة الجائزة 100 ألف ريال عنود إخزام تبدأ التقدم مع صيمة وكذلك صلفة في أيضا انطلاقات سريعة للأفراس الثمانية عشر الباحث عن انتصارها وانتصار جديد في سجلها السباقي باستثناء إيجاب الباحث عن انتصارها لهو العنود إخزام في المسار الداخلي تبدأ التقدم مع تقدم لعصيمة أيضا وكذلك صلفة ومحاولات التقدم في هذه اللحظات مشاهدين متابعين الكرام من بقية الأفراس الباحثة في هذه الأثناء التقدم لعنود إخزام وعصيمة في هذه الأثناء محاولات بقية الأفراس صفوة ريم وصلفة للمطاردة في هذه اللحظات مع محاولات آيات في معنود إخزام وعصيمة وصفوة ريم تبدأ التقدم مع صلفة مع الاقتراب من اجتياز علامة الثمانية شوط الأفراس تبتد المنافسة تشتد أكثر فأكثر عنود إخزام وعصيمة وكذلك صفوة ريم وآيات أيضا المطاردة في هذه اللحظات الاقتراب من المناطف في الأخير ربما تتغير النتائج في هذه الأثناء بعد هذا الدخول مشاهدين الكرام عنود إخزام وعصيمة وصفوة ريم للانقضاظ مع عصيمة التي تنقض الآن بقوة مع عنود إخزام التنافس يشتد أكثر فأكثر ختام الموسم ختام الإثارة والندية مع محاولات سجة بال للمباغة في مع عصيمة تبحث مع أيضا صفوة ريم سجة بال عصيمة سجة بال عصيمة إذن لها قيمة عصيمة هذا المساء مشاهدين الكرام إنها تكافح إنها تقدم مستويات ترجمة نانسي قنقر